طلب ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان المجتمع الدولي بممارسة الضغوط السياسية والاقتصادية على إيران وذلك لتفادي مواجهة عسكرية في المنطقة وأكد سموه في حديث مع صحيفة وولل ستريت أن المجتمع الدولي إن لم ينجح في الضغط على نظام طهران فعلى الأغلب سندخل في حرب معه خلال السنوات العشر القادمة عصب الإرهاب الإيراني ميليشيات الحوث الانقلابية باتت تنفس عن غضب نظام الولي الفقيه وتسعى لاستفزاز وتهديد أمن وسلامة المملكة العربية السعودية بهدف إشغال المجتمع الدولي عن أزمتها الداخلية المشتعلة وفي ذات الوقت تحقيق طموحاتها التوسعية في السيطرة على الأراضي اليمنية ولكن وجود التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية الشقيقة الكبرى يجعل من حلم نظام الولي الفقيه في اليمن حلما بعيدا منال فبعدما واجهته المملكة العربية السعودية من خطر الصواريخ الحوثية القادمة من إيران ودمرتها الدفاعات الجوية السعودية جاء تصريح ولي العهد السعودي في صحيفة The Wall Street Journal مشددا على ضرورة تصدي المجتمع الدولي لسياسات النظام الإيراني في المنطقة العربية من خلال استمرار الضغوطات عليه وفرض عقوبات جديدة وذلك لتفادي مواجهة عسكرية في المنطقة وما صرح به سمو الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز سبقته وترجمته الأحداث والتغيرات والقرارات وعلى رأسها مخرجات القمة السعودية التي ترأس وفدها في واشنطن والتي وصفها مراقبون بأنها شهدت تناغما بين الجانبين خصوصا في الملف الإيراني فالجانبان يدين سياسات نظام الولي الفقيه والجانبان ينتقد الاتفاق النووي وما قد يؤول إليه من زعزعة للأمن والاستقرار والجانبان يعتقد أن نظام الولي الفقيه ما لم يغير من سياساته العدائية وتدخله في شؤون دول المنطقة فلا سبيل معه إلا المواجهة ومن هنا تبلورت التغيرات الجذرية في إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خصوصا في منصبي وزير الخارجية ومستشار الأمن القومي زعزعت كيان المرشد الأعلى في طهران هذا الحديث الواضح والمباشر بيّن أن القوقعة التي تعيش فيها إيران وميليشياتها وما يقومون به من ممارسات يعبر عن ضعف الإدارة الإيرانية وانفلات عقد السيطرة وقد أكد الأمير محمد بن سلمان أن إطلاق الصواريخ الحوثية على المملكة العربية السعودية هي علامة ضعف وأضاف أنهم يريدون أن يفعلوا أقصى ما يستطيعون فعله قبل انهيارهم ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر الحديث أكثر عن هذا الموضوع السرني يكون معي في مركز الأخبار الكاتب والصحفي السعودية الأستاذ عبدالله العالمي أهلا ومرحبا بك أستاذ عبدالله بداية كما تعلم صاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان طالب المجتمع الدولي بأن يكون له رأي وموقف تجاه النظام في إيران وإلا أصبح هناك مواجهة عسكرية في المنطقة خلال السنوات العشر الماضية المقبلة إلى أي مدى في رأيك تعتبر أن المجتمع الدولي سيستجيب لطلب صاحب السمو الملكي في هذا الشأن وكيف تنظر إلى مهلة السنوات العشر المقبلة إلى أي مدى وصلت خطر إيران وأطمعها في المنطقة بحيث يتم تحديد عشر سنوات نعم كما ذكر صاحب السمو الملكي محمد بن سلمان عبدالعزيز ولي العهد أن الصواريخ أظهرت ضعف الإيرانيين الصواريخ التي أطلقت على السعودية تحديدا مئة وخمسة صاروخ إلى الآن عن طريق اليمن طبعا إيران أنكرت ولكن بعض القادة الإيرانيين أكدوا أنهم أكدوا أنهم مدوا الحوثيين بالصواريخ الاتفاق يعني كما تفضل صاحب السمو الملكي محمد بن سلمان قال بالحرف الواحد كأننا ننتظر أن تصل الرسالة إلى رأسك لذلك عليك التحرك من اليوم فهذا يعني يحذر سمو الملكي محمد بن سلمان أن علينا التحرك وهذا ما ذكره أيضا في اجتماعي مع أنطوليونيو جوتيرس أمين عام بالأمينة المتحدة إيران تمول العصابات الحوثية بالصواريخ كذلك إيران كما شاهدنا في مملكة البحرين وكما شاهدنا في المملكة العربية السعودية كيف أنها مولت العصابات للتفجير لذلك يعني نحن لا نشك متاتا في مقدرة إيران وتآمرها على الدول الخليجية في هذا الوقت والسبب في ذلك زيادة رقعة الأطماع الإيرانية وكنت قد أشرت إلى هذا في مؤلفك لكن هل تعتقد سيد عبد الله بأن التحذير الذي أطلقه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بلجوئه إلى إلغاء الاتفاق النووي مع إيران هل ترى بأن الدول التي ساهمت في الوصول إلى هذا الاتفاق قد يكون لها موقف خلال العام الجاري على الأقل من أجل إعادة النظر في الاتفاق النووي مع إيران وليس فقط الولايات المتحدة الأمريكية من يقوم بذلك نعم كما تعلم الولايات المتحدة الأمريكية هي الطرف من ستة أطراف أخرى خمسة دائد واحد لذلك بإمكان الولايات المتحدة الأمريكية أن انسحاب من الاتفاق ولكن إلغاءه يتطلب موافقة ستة أعضاء كلها الرئيس دونالد ترامب وضع أربع شروط محددة أن يكون هناك جدول الزمنية للتفتيش على المشاريع الصواريخ الإيرانية وهذا طبعا سيطول إيران ستمتنع ثم توافق ثم تحدد من يراقب ومن هم يفتشون أيضا طلب الثاني أن تؤكد إيران أنها لن تنتج لتصنع أي صواريخ من الآن وصاعدا المطلب الثالث لدونالد ترامب هو كان عن ذكر مثلا في الاتفاقية أن عشر سنوات بالنسبة للإدارة الأمريكية السابقة طبعا دونالد ترامب قال لا عشر سنوات ولا غير عشر سنوات والشرط الرابع الذي وضعه دونالد ترامب هو ربط الاتفاق بالصواريخ الماليستية لسبب أو آخر الرئيس باراك أوباما في اتفاقية السلاح الدولي مع إيران لم يذكر موضوع الصواريخ الباليستية وهذه الصواريخ الباليستية الآن تنهار علينا في الصواريخ بسبب قدرة هذه الصواريخ على حمل رؤوس نووي في المستقبل إن طورت إيران مشروعها النووي بالضبط وهذا طبعا له عواقب وخيمة شكرا جزيلا لك الكاتب والصحف السعودي الأستاذ عبدالل العالمي شكرا لحضورك شكرا